هل سبق لك وحاولت تشغيل لعبة أو تطبيق معين بحثت عنه في مجر جوجل بلاي ووجدته غير متاح في بلدك أو تريد تصفح موقع معين لتجد أنه محضور أو ربما كنت من محبي الألعاب مثلا بابجي وتحتاج إلى تقليل اللاق أو البينغ للحصول على تجربة لعب أفضل ففي هذا الفيديو سأشارك معكم تطبيق يوفو ذي بي ان يعد من أقوى التطبيقات لفك الحضر عن المواقع المحجوبة والتطبيقات الغير متاحة في بلدك وأيضا يقدم لك تصفح الآمن خاصة عندما تتصل بالشبكات المفتوحة للعموم التطبيق يشغل على كل الأنظمة بما فيها هواتف الآيفون والأندرويد وكذلك الوينداوز والماك تطبيق يوفو في بي ان هو الحل الوحيد لكل هذه المشاكل إنه ليس مجرد في بي ان بل هو أداة قوية تمنحك الحرية والأمان على الأنترنت أهلا وسهلا بكم من جديد يمكنك تحميل تطبيق يوفو في بي ان من الرابط بالوصفة لأي جهاز تستخدم أنا سأستخدم هاتف أندرويد حملته مسبقا من متجر جوجب بلاي عند فتحه ستجد الواجهة الخاصة به بسيطة جدا تقوم بالنقر على هذا الخيار ستجد العديد من السيرفرات والخوادم للعديد من البلدان كمثلا أمريكا سوف تجد مجموعة من الخوادم في بريطانيا كذلك وكذلك سوف تجد كندا وإذا نزلنا أسفل سوف نجد السيرفر الياباني وكذلك السيرفر السويسري وإذا نزلنا الأسفل سوف نجد حتى الصنغافوري والبريزيلي وإلى ما غير ذلك إذا توجهنا إلى قسم الفيديو والبات سنجد خوادم خاصة بفتح المحتوى المحجوب في بلدك كمثلا على منصة نيتفلكس يمكنك فتح مشاهدة محتوى نيتفلكس لبعض الدول مثلا يمكنك مشاهدة محتوى نيتفلكس الأمريكي أو الفرنسي البريزيلي حسب اختيار الدولة التي تريد كذلك على المواقع الـ HBO والهولو كذلك نفس الأمر على موقع ديزني بلاس وأيضا يمكنك مشاهدة القنوات والفيديوهات الغير متاحة لبلدك على منصة يوتيوب أيضا في قسم الألعاب ستجد العديد من الألعاب الشهيرة كلعبة PUBG مثلا يمكنك لعب PUBG على الخادمة الهندي للحصول على سكينات فريدة أو مثلا لعبة فورتنايت ستجد كذلك لعبة Free Fire يمكنك لعبها على أي سيرفر تريد كالسيرفر البريزيلي أو السنغافوري أو الكوري مثلا كذلك العديد من الألعاب المشهورة الأخرى كلعبة Mobile Legend أو لعبة Call of Duty أو لعبة Roblox الغير متاحة في بلد المغرب مثلا هنا في PUBG السيرفر العالمي يمكنك تغيير السيرفر إلى أي دولة تريد من بين هذه الدول والجميل في الأمر أنك ستلعب براحة تامة بدون مشاكل الping أو lag وإذا توجهنا إلى إعدادات التطبيق سنجد خيار Kill Switch دوره عندما ينقطع اتصالك بشبكة VPN بشكل غير متوقع لأي سبب مثل فقدان الاتصال بالأنترنت أو إعادة تشغيل الجهاز أو مشكلة في الخادم تقوم هذه الميزة تلقائيا بقطع الاتصال مع جهازك بالأنترنت بالكامل ستفيدك هذه الميزة من منع أي بيانات أو معلومات شخصية من التصرب عبر اتصالك العادي بالأنترنت هذا ما يضمن أن نهويتك ونشاطك على الأنترنت تظلان مخفيين ومحميين دائما حتى في حالة عدم الاستقرار والاتصال أيضا خيار Split Tunnel هي ميزة توتيح لك توجيه جزء من حركة مرور الأنترنت الخاصة بك عبر نفق الVPN الآمن بينما يتم توجيه الجزء الآخر عبر اتصالك العادي بالأنترنت ستفيدك هذه الميزة مرونة اختيار التطبيقات التي تحتاج إلى حماية الVPN مثل تطبيقات التصفحة والبت وتلك التي لا تحتاج إليها مثلا تطبيقات البنوكة المحلية التي قد لا تعمل مع الVPN فمن خلال هذا الخيار تقوم باختيارة تطبيقات التي تريد أن تستخدم عليها الVPN والباقي يشتغل بدون VPN مما سيحافظ على سرعة الاتصال ولا تتأثر الأنترنت على باقي التطبيقات الأخرى وهنا في الأسفل سوف تجد بعض الإعداد التي تمكنك استخدامها كما يحلو لك ومن أبرز المشاكل الشائعة التي ستحتاج ليوفو VPN هو فتح المواقع المحجوبة في بلدك وحتى التطبيقات الغير متاحة في متجر جوجل بلاي حيث ستتمكن من تغيير البلد في جوجل بلاي إلى المتجر الأمريكي مثلا وستتمكن من تحميل أي تطبيق كيفما كان فمثلا إذا توجهنا إلى جوجل بلاي وأردت تحميل مثلا هذا التطبيق جوجل روارد سيظهر لي أن التطبيق غير متاح في بلدي ولحل هذا المشكلة الشائع الأمر بسيط مع يوفو VPN تقوم بالاتصال بخادم الـ VPN الأمريكي ومن ثم تقوم بمسح بيانات التطبيق على هذا الشكل ومن ثم تقوم بفتح التطبيق مرة أخرى وستجد أنه تحول للمجر الأمريكي كما سنشاهد في الإعدادات الحساب سار أمريكي والآن يمكنك البحث على تطبيق الذي كان غير متاح في بلديك كتطبيق مثلا جوجل روارد وستجده ويمكنك تحميله بشكل عادي كما تلاحظ الفيب إن لديه العديد من الفوائد حيث يمنحك حرية وأمان أكبر للأنترنت فهو يقوم بتشفير بياناتك وإخفاء هويتك ويحجب الـ IP address الخاص بك مما يحمي خصوصيتك من المراقبة ويؤمن اتصالاتك على شبكات الـ Wi-Fi العامة في المقاهي مثلا أو الفنادق كما أنه يمنحك القدرة على تجاوز القيود الجغرافية كتغيير موقعك الافتراضي إلى هنا أصدقائي تنتهي حلقتنا لهذا اليوم أتمنى من كل قلب أن تكون نالت إعجابكم رابط تحميل التطبيق سوف تجدونا بالوصف أسفل هذا الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته